رفعت الرأي بعميزر شكرا متعب فتحت البوابات على بركة الله لاندفاع فراس الانتاج عمره ثلاث سنوات بجميع درجاتها متنافسة في هذا الشوط جازة محمد بن شعيل الدوسري رحمه الله حضره والذين يدخلوا الرياض مع المغفوري له وبإذن الله تعالى منك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله وثراه الاندفاع تبدأ مع غزالة رابيع في المركز الأول تتابعها عوسة جابلة الحرق في المركز الثاني فيما بن بنوبا في المركز الثالث في متابعة أيضا من قرطاجة وبقية الأسماء متابعين الكرام مع غزالة رابيع مع بداية الانطلاقة هي من يقود هذا الشوط تتابعها أيضا بنوبا ابنة نوميروس بمنافسة مثيرة ما بينها وبين عوسجة التي تتقدم للمركز الثاني في هذه المنافسة المثيرة في ظل قدوم اتفاقية أيضا للمركز الرابع التقدم يأتي إذن من غزالة ترابيع والمنافسة المثيرة تأتي من عوسجة أيضا وأيضا بنوبا ابنة الأحمر في حضور لبقية الأسماء الأربعمائة متر الأخيرة متابعين الكرام المنافسة القوية عوسجة أصبحت في المقدمة الآن تقود هذا الشوط في متابعة أيضا من شرد التي تأتي للمركز الأول تتقدم من المسار الخارجي في منافسة قوية مع اتفاقية ابنة سوتوم ابنة الحراج ابنة الحراج من المسار الخارجي تتقدم وبقوة اتفاقية لتوقع هذه الاتفاقية متابعين الكرام إذن تقدمت على رعاية في هذه المنافسة توقع توقع själv توقع 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 توقعن الكرام